إننا ندرك تمام الإدراك حجم التحديات التي توجهها الصناع الوطني التي عانت من انعكاسات توالي الاضطرابات العالمية ولذلك عملت الحكومة على بت دينامية كبيرة في القطاع لا سيما من خلال بنك المشاريع الصناعية وإحداث صندوق دعم الابتكار الذي عرف نجاحا كبيرا منذ إحداثه سنة 2023 كما تم إطلاق العديد من المشاريع الهيكلية لمواكبة الفاعلين الصناعيين وتعزيز الصناع الوطنية على غرار ميطاق الاستثمار الجديد والاستراتيجية الوطنية المغرب الرقمي 2030 وإخراج القانون المتعلق بآجال الأداء وخلق 22 منطقة جديدة للتسريع الصناعي بثمانية الجهات ومنح أزيد من 20 مليار الدهم للمقاولات في متأخرات الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من هذا ولأنها تمتل أكثر من 90% من النسيج الاقتصادي الوطني سيقدم الميطاق الجديد للاستثمار تدابير خاصة لفائدات المقاولات الصغيرة جدا والصغر المتوسطة وذلك عبر تحفيز الاستثمارات المتراوحة قيمتها ما بين مليون وخمسين مليون ديال الدهم ومن بينها المقاولات الصناعية